بما اننا فتحنا التعليم خلينا نروح للتعليم كمان والتعليم بيشهد حالة مختلفة حالة مختلفة في مصر هذه الايام حالة بمعنى كلمة حالة الثورة اللي حق بناش كلمة الثورة عشان عارف انتوا خلاص مش طغيرين الكلمة دي الطفرة التغيير الكبير اللي بيحصل في مسألة التعليم والامتحانات وعلاقة الطالب بالمنهج وعلاقة الطالب بالامتحان وعلاقة الطالب بالاسئلة وفكرة الاوبن بوك او الكتاب المفتوح اللي بيتطبق لاول مرة هذه الايام هي تجربة عاملة حالة مختلفة في مصر وانا عارف ان اي شيء جديد لازم بيبقى فيه ناس مش مستوعباه وده طبيعي وفيه ناس مش قادرة تفهم مغزى وده طبيعي وفيه ناس محبذاء وفرحانة بيه وبتدعمه وده طبيعي وفيه ناس معارضاء على طول الخط وده برضو طبيعي فيه ناس كتير ضد التغيير حتى لو كانت مصلحيته بيقولك يا عم منفات قديمه تا تعرفين المثل الشعب يقولك منفات قديمه تا ويا بخت مش عارف من ايه حاجات شوية تجد اللي هي معناها رايح يعمل حاجة ومتعملش اي حاجة جديدة بس انا حفاجئكو شوية وانتوا عارفين الحقيقة يعني انا محدش ينفع يزايد عليها في موضوع التعليم بالذات لان انتوا عارفين تاريخي في النضال الاعلامي مع التعليم وضرورة اصلاح التعليم واكتر واحد فاكر الكلام ده الدكتور جلالي الشربيني وزير التعليم الاسبق اللي كان معايا له سجالات ومع كامل الاحترام لشخصه الكريم واللي انا دلوقتي بمسي عليه وقوله كل سنة وتطايبه دكتور خلاص سقط الفارس على صحوة الجواد فلو كل الاحترام انا كنت بشاكسه بس وانتقده طول ما هو في موقع المسئولية لكن انا رأيي الحقيقة ان اللي بيحصل ده ايجابي حتى لو فيه اخطاء حتى لو مش متكامل حتى لو مش التغيير مثالي بلا رتوش وبلا اخطاء لا حتى لو فيه اخطاء بس انا رأيي انه ايجابي جدا ومفيد جدا اولا لانه هيغير حالة الجمود والركود اللي احنا عشنا فيها سنوات وعقود بين السنوات بدون اي تحرك للامام بدون اي تغيير بدون اي تفكير بدون اي تطوير كانت الدنيا مشية والسنوية عامة مشية ونقعد نلعب بقى في ستة بتلاقي نشيل ستة ونرجع ستة نشيل تالتة ونرجع تانية حاجة كيرك في منتهى الهزل والهزي اما الان ونحن نغير تغيير جذري في الفلسفة التي تقوم عليها حركة التعليم في مصر من الدح مش الدح ده اللي هو الحاجة الحلوة لا بتاع العين الصغيرة لا من الدح الصم الى الفهم الى اعمال العقل الى التفكير ده في حد ذاته نعمة كبيرة لو حصلت نعمة كبيرة لو حصلت وفكرة الامتحانات التجريبية اللي بتعملها دلوقتي وزارة التربية والتعليم للولاد عاملة حالة من الجدل في ولاد قال لك والله حاجة حلو قوي ان احنا نخش اللي امتحانوا معنا الكتاب لدرجة ان وزير التربية والتعليم قال لهم حتى اللي عايز يعمل براشيم في الكتاب يعمل انتوا عاوزين تعملوا اعملوا معاكم الكتاب ومعاكم المراجع ومعاكم البراشيم اعملوا اتوا عاوزينوا كله لان احنا عاملين اسئلة لها علاقة بان انت لازم تشغل عقلك لو اعدت تدور في الكتاب سبع ساعات ممكن تلاقي جزء من الاجابة لكن الاجابة كاملة لازم يبقى حتة حفظها مع حتة تشغل دماغك لحد ما تلاقيها وتدور عليها فعجبني او بعض لدودة الافعال من اولياء الامور مبارح والنهاردة بيقولوا للوزير التربية والتعليم والقائمين على العملية بقولوا بقى بس ولادنا ما تدرجوش على كده فالوزير رد عليهم النهاردة قال لهم وهو ده التدريب على فكرة دي امتحانات اسمها امتحانات تدريبية واحنا عيلينا عليها كده ان احنا نعمل امتحانات تدريبية عشان الولاد يتدربوا ويفهموا وياخدوا على النظام فانا مع التجربة وعارف انها هتبقى صعبة على شوية ولاد خصوصا انه ما نشبه على شيء شاب عليه الولاد دول من اولى حضانة وتانية حضانة وتانية ابتدائي وتانية ابتدائي وانت طالع 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 متربي على الصم والحفظ طالع الصم والبجر بس هو هي حاجة شبه كده يا على الصم على الصم والحفظ مرة واحدة بتقوله شغل عقلك هياخد وقت لان العقل ده صدى العقل ده صدى سنين كتير من عدم الاعمال من عدم التشغيل فالماكنة لحد ما تدور والصدى يقع والماكنة بطلع قماش هياخد وقت